أو سائلة تقول أنا خديجة من قسنطينة هل يجوز لي أن أخرج للنزهة بعد صلاة التراويح مع العلم أن زوجي له علم ولم أستأذنه إلا في الذهاب لصلاة التراويح الله يهديك يا خديجة الله يهديك ويتوب عليك ويغفر لك راجلك رحتي قلت له ولا تسمح لي نروح نصلي التراويح هكذا قال لك اسمح وروح يصلي مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وفي غرفتها أفضل وطاعتها لزوجها أفضل وخدمتها لزوجها وبيتها وأولادها أفضل من النافلة لأن ذلك فرض يقريبها إلى الله وريضة الزوج التحي دخلها إلى الجنة المرهم استأذنتي منه خلاك تحيي تصلي التراويح أنت وشكي ديري تصلي التراويح هم بعد تعطيها الزنق تبدأ يتكيلي في الطرقات تاقسنطينة هذا وحوانة هذه محلات أعماله بيستعزارابي تعصيكان تعصبابة آية نحن نشوفه من الألعاب عاصمة التقافة العربية يا خديجة لا 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 يجوز لك حرام عليك استأذنتي من راجلك بتصلي التراويح غير اتكمل التراويح تروحي لدارك فقط إذا أذلك قال لك وش عليه بعد التراويح روحي كيلي طرقات تاقسنطينة أهناره أذن لك ولكن الدخل لدارك يا أختي الشارع هذا يا ورجال ولينا نخاف عليهم من الشوارع ما شي غير النساء الرجال رانا نخاف عليهم الزنق ما بلك بالنساء ربي يخفرنا ويتوب علينا ويسامحنا وينظر إلينا بعين رحمتها وإلى حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا